موسيقى أهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها واسنطن تحذر من ساعي موسكو إلى تقويد نفوذها والعمل على تمركز عسكري دائما في سوريا هل تتطور الاحتكاكات الأمريكية الروسية إلى مواجهة؟ الدوحة تبدي استعدادها لتسهيل الحوار اللبناني من أجل تأليف الحكومة؟ هل تحل الجهود القطرية مكان المبادرة الفرنسية؟ صوت كايا شعب لوحة غنائية مزيج من الشعر الفلسطيني المقاومة والأغنية الغربية الثائرة كيف تتحدى الأغنية الأحتلال؟ الفنانة سناء موسى ستخبرنا عن هذا العمل في المشهدية وحملت مخيماتنا بلا إغاثة على وسائل التواصل الاجتماعي لمنساعدة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هل تكون بديلا عن الحلول الجذرية المطلوبة؟ خطوة تحدي هكذا يرى البنتاجون التحركات الروسية في سوريا سعيا إلى وجود عسكري دائما وتقويد النفوذ الأمريكي هناك روسيا تسعى إلى تقويد النفوذ الأمريكي وتعزيز هوياتها كقوة عظمى عالمية وإجراءات روسيا في المنطقة تشمل إجادة تمركز عسكري دائما في سوريا حيث تتدخل بنحو دوري في حملة التحالف الدولي ضد داعش أتوقع أن تواصل روسيا تحدي وجود الولايات المتحدة مع توافر الإمكانيات الملائمة من خلال عرض نفسها كبديل للغرب ومحاولة أداء دور الوسيط في النزاعات الإقليمية إذن القيادة العسكرية الأمريكية منزعجة من الدور الروسي لأن موسكو لم تكن طرفا مساعدا في الساحة السورية وفق ما تريده واشنطن انزعاج دفع البنتاجون إلى اتباع لهجة التحذير مع موسكو من اتخاذ أي إجراءات استفزازية قد تؤدي إلى حوادث مع القوات الأمريكية لهجة أمريكية متصاعدة تجاه روسيا منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض فالرئيس الديمقراطي أعلن صراحة في خطاب تحديد سياسته الخارجية أنه يريد مواجهة روسيا والصين بالدرجة الأولى ومن شرق سوريا إلى جنوبها اختلفت الرسائل الأمريكية مع امتناع وزير الخارجية الأمريكي عن تأييد اعتراف إدارة ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة بغض النظر عن الجوانب القانونية لهذا السؤال من الناحية العملية الجولان مهم جدا لأمن إسرائيل ما دم الأسد في السلطة في سوريا وإيران موجودة أيضا والميليشيات المدعومة من إيران والأسد ذلك كله يمثل تهديدا أمنيا كبيرا لإسرائيل لذلك من الناحية العملية فإن السيطرة على الجولان في هذا الوضع ذات أهمية حقيقية لأمن إسرائيل الأسئلة القانونية شيء آخر وبمرور الوقت إذا تغير الوضع في سوريا فهذا شيء سنبحث فيه لكننا لسنا قريبين من ذلك الآن أمام هذه المشهدية سنترح الليلة أسئلة ثلاثة أولا لماذا تصعد واشنطن لهجتها تجاه موسكو ثانيا هل تتجه أمريكا إلى المواجهة مع روسيا في سوريا وثالثا أن أي سياسة أمريكية لإدارة بايدن تجاه دمشق للإجابة على هذه الأسئلة أرحب بضيف الكريمة سيد تركي حسن الباحث والخبير الاستراتيجي وهو معنا من دمشق سيد تركي أهلا وسهلا بك أن يصبح اليوم الحديث بهذه العلنية وهذه الصراحة الأمريكية المباشرة عن النفوذ نفوذها في سوريا ماذا يعني ذلك استراتيجيا بداية وسياسيا ولماذا هذا التصريح؟ مساء الخير سيدة علا لك والأسادة المشاهدين أنا أعتقد أن قرأت حول هذا الموضوع وما صرحت به الولايات المتحدة هذا يعبر عن أن الاستهداف للمشروع الأمريكي منذ عشر سنوات حتى الآن لم يؤتي سماره بحيث تتحول سوريا من منطقة صداقة مع الروسيا الاتحادية والدول الأخرى وزائد خط استقلال وطني إلى منطقة نفوذ أمريكية هذا الأمر فيما نقرأه الآن من خلال التصريحات التي جرت مؤخرا أو باليومين الماضيين فيما يتعلق بسوريا سواء كان ما يتقال له الجنرال مكينزي أو ما قاله وزير الخارجية بلينكين أعتقد أن الجنرال مكينزي فيما ذهب إليه أن سوريا قد تتحول إلى منطقة نفوذ دائم أو لنقل تواجد دائم للقوات الروسية هناك اتفاقية معاهدة أقيمت بين الدولة السورية وروسيا الاتحادية منذ ثلاث سنة أربع سنوات حتى الآن ومدة المعاهدة 45 عام بموجبها سيتم إقامة قاعدة بحرية موجودة في طرطوس وقاعدة موجودة الآن وقاعدة جوية موجودة في حميمين لماذا الآن التصويب على الوجود الروسي في سوريا مع العلم أن هذا الوجود موجود منذ عام 2015 وهو جاء بعد الوجود الأمريكي لأن الوجود الأمريكي وتشكيل التحالف جرى في الشهر الثامن عام 2014 وبعد قصف استمر حوالي 14 شهرا كان مجيء القوات الروسية أعتقد أن هذا الأمر يتعلق بالسياسة الخارجية الروسية وما تم الاتفاق عليه السياسة كما قرأناها سياسة الرئيس بادن أو الإدارة الأمريكية الجديدة كانت تقول من هو الخطر الوجود على الولايات المتحدة وحتى على الأوروبا هل هي الصين أم روسيا يعني هل الأولوية للصين أم الأولوية لروسيا أم الأولوية للإسنين معا في الاتفاق الأمريكي الأوروبي كما علمت من خلال الدراسات وكما قرأت من مراكز الأبحاث والسياسي الأمريكيين تمثقت الإدارة الأمريكية مع الأوروبيين على أن الخطر الأساسي المتقدم هو روسيا لذلك منذ استلام الرئيس بايدن حتى الآن يتقدم الهجوم على روسيا والآن نشاهد أن العلاقات توتر العلاقات أو تأزم العلاقات بين روسيا وأوروبا وحتى الولايات المتحدة يزداد شيئا فشيئا بدءا من قضية نفالني ثم الآن قضايا الجروماتية هي ساحات كثيرة وبؤر كثيرة متوترة بين الأمريكي والروسي وواضح هذا الشيء مع الإدارة الجديدة إدارة بايدن لكن بالنسبة للساحة السورية تحديدا كيف سيكون شكل التعاطي سيما أن الوجود الروسي هو بالتنصيق مع سوريا الرسمية إلى أي مدى ستكون سوريا فعلا أو يهم الأمريكي أن تكون سوريا ساحة صراع له مع الروسي كان يمكن أن يكون هذا التصريح ليس من الجنرال ماكينزي قائد القوات المركزية في منطقة الشرق الأوسط كان يمكن أن يكون من وزير الدفاع كان يمكن أن يكون أيضا من وزير الخارجية من أحد المسؤولين السياسيين من ناطق في البيت الأبيض ولكنه أن يتحول لأن يكون المسؤول العسكري المباشر على المنطقة ويتحدث حول الوجود الروسي في سوريا وحتى هذا يدلل على أن هذا الوجود الأمريكي في هذه المنطقة لم يحقق أكله وبالتالي هي تبحث عن دور سوريا لم تكن في يوم من الأيام هي منطقة نفوز أو حتى بصداقة مع الولايات المتحدة قبل أن يكون الرئيس الأسد وحتى منذ الاستقلال حتى الآن وبالتالي هذا الأمر تعبير عما وصلت إليه الأمور في سوريا وخاصة النجاحات التي تحققت بعد تشكيل التحالف الستيني الذي قامت به الولايات المتحدة ومجيء القوات الروسية وتحرير المزيد من الأراضي من يد الإرهاب في مختلف الأرجاء السورية يعبر عن أن الروس قد حققوا نجاحات كبيرة وهذه النجاحات تؤمن استمرارية لوجود الروسي وأن تكون العلاقة مع الدولة السورية خاصة أن الدولة السورية حاليا هي في علاقة تفاهم وتحالف مع روسيا في إطار مكافحة الإرهاب وبنفس الوقت تعتمد على روسيا في الإطار السياسي كدولة صديقة سياسية أعلم أن هناك ثلاث مواضيع تشغل الشارع السوري وحتى تشغل وسائل الإعلام حول الدور الروسي في سوريا سواء كان فيما يتعلق من مكافحة الإرهاب وهذا واضح أن هناك تحالف النقطة السالية في الصراع العربي الإسرائيلي أن روسيا لم تأتي إلى سوريا كقوات روسية ولا قاعدة تحميمين ولا قاعدة في طرطوس تقوم في دور أساسي فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي ولن نقل بالحد الأدنى بين سوريا وإسرائيل فالروس لا يتدخلون في هذا الموضوع وهم على الحيان النقطة السالسة أيضا فيما يتعلق في الموضوع في الموقف من تركيا إذن نحن نقدر أن الوجود الروسي حتى الآن هو في إطار مكافحة الإرهاب وبالتالي هذا الوجود كان موجود سابقا لأن الجيش السوري سابقا يعتمد في تسليحه على التسليح السوفيتي سابقا والحاليا الروسي بالدرجة الأساس وبالتالي أنا أعتقد أن العلاقة الروسية السورية ستستمر وحتى هذا التصريح لن يقدم في هذا الموضوع في شيء ولا أعتقد أن تصريح قائد القوات العسكرية هو تعبير عن موقف سياسي كبير وإن كان هو الذي يقود القوات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط سيد تركي إذا ما أردنا أن نمشي مع ما جاء في البيان وما قالوا الأمريكي الروسي كيف يتعاطف الساحة السورية حقيقة اليوم مع الأمريكي في ظل التقاطعات معه وفي ظل التباينات معه بداية أنا أريد أن أؤكد على نقطة أن لا نحن يعني ليس المواطن السوري ولا حتى الدولة السورية الحكومة السورية ترغب أن يكون هناك صراع أمريكي روسي على الأرض السورية لأنه في النتيجة سنكون نحن كجغرافيا نتعرض إلى التدمير الكبير جدا هذا أولا ثانيا أعتقد أن كيف ينظر يعني من حيث المبدأ الوجود سبق أن جرت تفاهمات منذ أن أتى السوفيت عفوا الروس إلى الأرض السورية بين الأمريكيين من خلال إجراء تفاهمات بين الأمريكيين والروس بأن الطلعات الجوية يجب أن تكون منسقة والحركة العسكرية يجب أن يكون منسقة لدرجة حتى مناطق القصف يجب أن يعلم بها ولا يمكن أن يتواجد الطيران الروسي الحرب الروسي والطيران الأمريكي في منطقة واحدة في لحظة واحدة في اللحظة لا يكون فيها الطيران الروسي يفترض أن يكون وقد تم التفاهم على ذلك أن يكون الطيران الأمريكي أو التحالف خارج الأجواء السورية. والعكس هو صحيح. لدرجة أنه حددت تقريبا مجالات جوية خطوط للطيران الأمريكي. أين يطير وأين يقصب. لدرجة أن المناطق التي يقصب بها هي عبارة عن المناطق الشمالي شرق سوريا. وأعتقد التي يطير فيها الطيران التحالف. سواء كان طيران حربي أو حتى طيران حوامات. وأحيانا يمكن أن يقصف من خارج الأجواء في محافظة إدلب وشمال حلب. لأهداف. يقول أن هذه الأهداف هي أهداف إرهابية. سواء كانت للقاعدة أو النصرة. أو لبقايا أو تجمعات أو خلايا. يمكن أن تنشأ لداعش في هذه المنطقة. إذن من حيث المبدأ نعم جرت بعض الاحتكاكات في بعض المواقع. تعرضت لها بعض المجموعات التي تدار من قبل الروس. وأعتقد أن وسائل الإعلام غطت هذا الموضوع. ولكن جرت تفاهم عليه. ولم تؤدي إلى استضام أو لاحتكاك بين القوات الجوية الروسية والقوات الجوية الأمريكية. في تقديري أن ما يحكم العلاقة وما جرى من تفاهمات سابقة. والإعلام المسبق عن أي تحرك لا يزال يحكم العلاقة. ولا أعتقد أنه سيصل إلى مرحلة الاستضام العسكري بين الجانبين. جيد. أبقى معنا طبعا سيد تركي حسن. في أيلول سبتمبر الماضي أعلن الجيش الأمريكي تعزيز انتشاره العسكري في شمال شرق سوريا. جاء ذلك عاقب احتكاكات عديدة بين القوات الأمريكية والروسية في المنطقة. سنستعرض أبرزها في هذا العرض. في الحادي عشر من أيام مايو 2019 اعترض سلاح الجو الروسي طائرة أمريكية من دون طيار. وجرى تصوير الفيديو من على مسافة قريبة. ما يسمح برؤية تفاصيل الطائرة. وظهر كيف أنها تقترب من طائرة من دون طيار تحلق أعلى قليلا. والطائرة هي أحدى المسيرات الأمريكية المتطورة والكبيرة الحجم والقادرة على حمل 1700 كيلو جرام من القذائف. في الثاني من أيار مايو من العام الماضي كانت تلك المرة الأولى التي تقطع فيها مدرعات روسية طريق على دورية أمريكية آتية من حقل رميلان النفطي باتجاه مدينة القمشلي شمال شرق سوريا. عادت الدورية الأمريكية أدراجها. جاء ذلك ردا على قطع دورية أمريكية الطريق أمام العربات العسكرية الروسية التي كانت تنوي الخروج بجولة على الحدود السورية التركية في الحسكة. في الثامن عشر من حزيران يونيو حاولت القوات الأمريكية الموجودة في شرق سوريا اعتراض رتل للقوات الروسية في قرية تل محمدية شرق القامشلي. إلا أن الرتل الروسي واصل مسيره. وقال الجانب الروسي حينها أنه بمثل هذه الاستفزازات الصغيرة سيحاول العسكريون الأمريكيون دعم مستوى التوتر في سوريا. وهم ليسوا معنيين باستقرار الوضع بالكامل. حيث ستكون روسيا في مقدمة جهود التسوية. بعد يوم واحد على الحادثة. اعترض عسكريون روس دورية أمريكية حاولت مطاردتهم في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا. وأوقفت وحدة من القوات الروسية دورية أمريكية قرب مدينة ديريك المالكية شرق القامشلي. طالب الجيش الروسي يومها القوات الأمريكية بالكف عن محاولات مطاردة الدوريات الروسية في المنطقة. الحادث الأخطر كان في الخامس والعشرين من آب أغسطس. أصيب عدد من الجنود الأمريكيين في احتكاك بين وحدات عسكرية روسية وأمريكية في محافظة الحسكة. المشاهد أظهرت مركبات عسكرية روسية مدعومة بمروحيتين ومركبات مدرعة أمريكية على المسافة صفر. وتمكنت العربات الروسية من تجاوز المصفحات الأمريكية ومخاصرتها. يومها اتهمت الولايات المتحدة الجانب الروسي بانتهاك بروتوكولات آلية منع وقوع الاشتباكات بين الجانبين في سوريا. أعود إليك سيد تركي الحسن. كما يقال منوشات كثيرة حصلت. لكن لم تصل الأمور إلى ما هو أكثر من ذلك. ما الذي يضمن حتى حضرتك ما قلت قبل هذا العرض؟ ما الذي يضمن استمرار ما يحكم العلاقة بالتي تحدثت عنه حضرتك؟ العرض الذي قد... التقرير الذي قدمته الآن. يؤكد ما كنت قد قلته أن هناك نوايا أو تأكيدات بأن الدولتين لن تنجرى إلى صدام مباشر. وأعتقد أن في البيان الأمريكي الذي يقول أن روسيا تجاوزت ما التفاهمات التي قد تم الاتفاق عليها. يؤكد ما أقوله أن هناك تفاهمات. هذه الاحتكاكات كانت دائما يتم تبريدها مباشرة أو يتم تجاوزها. وبنفس الوقت أن لا تحدث أي تأثير مستقبلي بحيث ينجر البلدان إلى أي صدام مباشر. هذا متفق عليه ضمن توزيع الأدوار بشكل غير مباشر ربما؟ نعم هناك تفاهم روسيا أمريكي بأن لا يصل إلى الصدام. وضع الموجود الأمريكي في المنطقة أو التحالف الذي أنشأته ووجودها حوالي سبع سنوات. وروسيا الآن منذ 39 حتى الآن. يعني خمس سنوات ونصف. تقريبا ست سنوات. تقريبا خمس سنوات ونصف. وبالتالي لم نلحظ أن هناك اشتباكا. يعني هذه الاحتكاكات. هذه الاستفزازات البسيطة قد تكون محلية أحيانا. تعبر عن اللحظة الآنية التي يخوضها أو التي تمر بها هذه الدورية أو تلك. ما عدا حالة واحدة. وهي عبارة عن قصف مجموعة لشركة أمنية. أنا ذاك وذهب هناك ضحايا. أنا ذاك تم تجاوز تحميل الموقف. إلا أن هذه الشركة ليست قوات روسيا. وأنها عبارة عن شركة أمنية. ويتم التعامل عليها وفق ما هو موجود كقوات رديفة. لكن كان في تحذير اليوم بهذا الكلام الذي صدر لكيربي. حذر روسيا من اتخاذ أي إجراءات استفزازية. هل روسيا تستفز الروسي اليوم مع هذه المرحلة الجديدة؟ تستفز الأمريكي مع مرحلة بايدن. ومعروف موقف بايدن من روسيا. ومن أي منطلق يأتي هذا التحذير؟ نعلم أن الوجود الأمريكي في شمال شرق سوريا منذ عام 2014 حتى اليوم. هو كان محكوم ببعض القضايا كما يعلن أنه في إطار محارب الداعش. الوجود الروسي لم يكن موجودا سابقا. وإنما جاء بعد ما يسمى عملية غصن الزيتون نبع السلام. التي قامت بها تركيا. وبعد موقف الرئيس ترامب. الذي قال سأنسحب من شمال شرق سوريا ومنطقة الجزيرة. وسأترك المنطقة لك. وبناء على ذلك دخلت القوات التركية. وأطلق عليها عملية نبع السلام الرئيس التركي. التواجد الروسي في هذه المنطقة. جاء بعد تفاهمات بين الجانب التركي مع روسيا. وبنفس الوقت من طرف آخر الحكومة السورية. ومن خلال قسد خلال هذا الوجود. وبالتالي كانت تواجد حتى الجيش السوري في محيطها على الطريق إنفور. وصولا حتى منطقة القامشكي. بالإضافة إلى القوات الروسية. بعد أن أخلى الأمريكيون هذه المنطقة مباشرة. وبالتالي هذه جاءت في قضية تفاهم آخر. لم يتم احتكاك بين القوات الروسية. وحتى الأمريكية في منطقة الشمال الشرق سوريا. إلا في العام الأخير. وبالتالي استنادا بعد أن تم إعادة انتشار القوات الأمريكية. وانسحابها من القواعد 13 لتحصر وجودها في منطقة الشدادة. وفي ديريك. وفي منطقة دير الزور. يعني حقل العمر. وحقل كونيك للغاز. وبالتالي هذا الأمر هم الأمريكيون حصروا تواجدهم في تلك المنطقة. وعمليا الدوريات التي كانت تخرج الروسية الأمريكية. كانت تمر. أعتقد أن هذا الأمر باستعراض. وحتى الآن لم يحدث احتكاك. وأحيانا تقوم الدوريات الروسية ترافق الأمريكية في تلك المنطقة. ترافق الأمريكية من أجل تأمينها. إذن هناك حرص على أن لا يكون هذا احتكاك. أو لنقول بالأدنى اشتباك. قد يحدث هذا الاحتكاك. كما قلت استفزاز صحيح. وأعتقد أن هذا يتعلق بالدورية وطبيعتها والأشخاص القائمين عليها. ولكن حتى الآن لم تتطور. يعني حتى في اتفاق لتقسيم النفوذ بينهما. بالحد الأدنى أنا أعتقد أنه في منطقة دير الزور. لا تتواجد قوات روسية في شرق الفرات. يعني لا تتواجد في منطقة حقول النفط. ولا حتى في الحسكة. ولا حتى في الشدادة. ولا في المنطقة. المنطقة التي تمتد من الشدادة. أو لنقول من الحسكة. باتجاه الجنوب. وصولا إلى نهر الفرات دير الزور. لا يتواجد هناك قوات روسية شرق النهر. وإنما تتواجد قوات أمريكية تتحرك مع قساد. يعني بالتعاون مع قساد. وتحميها قساد. وحتى المواقع تكون قساد هي تقوم بحراسة المواقع الأمريكية. سيد تركي. الرسائل الأمريكية إذن اختلفت من شرق سوريا. كما قلنا إلى جنوبها. مع امتناع وزير الخارجية الأمريكي. عن تأييد اعتراف إدارة ترامب بسيادة إسرائيل. على الجولان المحتل. كيف هي الحسابات الأمريكية في سوريا؟ وتحديدا فيما يتعلق بالجولان. يعني بعد ما كنا نتقلنا مع الروسي في بعض المواقع. نتحدث الآن عن الجولان. ماذا يعني هذا الكلام؟ أعتقد أن الإدارة الجديدة لم تأتي من فراغ. يعني لم تبدأ سياستها من فراغ. هناك سياسة معروفة لإدارة الديمقراطيين. من خلال الرئيس أوباما قبل. وكان الرئيس بايدن. هو عبارة جزء من هذه الإدارة. وكان بلينكين أيضا نائب لجون كيري. يعني كان نائب وزير خارجية. إذن هم كانوا سابقا وحتى عندما بدأت الحرب على سوريا. كانت الإدارة الديمقراطية هي التي تقود هذه الحرب. وهي تقود كل المشاريع. هذا أولا. ثانيا فيما يتعلق بقضية الجولان تحديدا. أن ترامب قام بدعسة زائدة من حيث سواء كان بنقل السفارة. أو بالاعتراف أن القدس موحدة وهي عاصمة لإسرائيل. لا وجود فلسطيني فيها. يعني يعترف أن لا للفلسطينيين علاقة بها. أيضا السيادة الإسرائيلية على الجولان. أقرأ تصريح الجديد. لأنه قال شيء قانوني وقال شيء أمني. إذن هناك فتح الباب يعني شق الباب. ولكنه لم يفتحه على سياسة جديدة بشكل كامل على مصراعي. لم يفتح الأبواب على مصراعها. وإنما فتح سغرة جديدة. أن الإطار القانوني للوجود الإسرائيلي في الجولان هو إطار غير شرعي. استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة. وكأنه يقول أن الإدارة الجديدة لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. استمعت قبل أن آتي إلى الستوديو. أن ناتنياهو رد على بلينكين في هذا الموضوع. أن الجولان سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية. بغض النظر عما يقول ذلك. هذا أولا. ثانيا. عندما يقول أن هناك حاجة أمنية إسرائيلية. الحاجة الأمنية الإسرائيلية لمرتفعات الجولان نتيجة لأهميتها. هذا الكلام يقيل سابقا. عندما كانت تجري مفاوضات في التسعينات. بعد اتفاق أو لنقول بعد مؤتمر مدريد للسلام. كان يقال أن إسرائيل هناك حاجة أمنية لإسرائيل في وجودها في الجولان. وكان يطرح على الجانب السوري أن يؤجر الجولان تسعة وتسعين عام. أو تكون منزوعة السلاح. وأن يكون هناك مشاريع مشتركة. طبعا الجانب السوري. وصلنا إلى تفاهم إبان حكومة رابين. ثم ببيريز. وإلى آخره أن الجولان سيعاد. كل الشكر. كل العالم يعرف أن الخلاف بدأ على أمتار. في شرق بحير الطبرية. وبالتالي هذا الكلام لا يمكن أن يكون. أما موضوع الترتيبات الأمنية. عندما تقول إسرائيل أن هناك خشية من الجولان أن تكون تشكل تهديدا إلى إسرائيل. أعتقد أن عندما يُعقد اتفاق سلام. سيكون هناك ترتيبات أمنية. سيُأخذ بعين الاعتبار الهواجس الطرفين. ليس فقط إسرائيل. أليس لدى سوريا هواجس من إسرائيل؟. بالتأكيد أن لدينا الهواجس. لأننا تعرضنا للعدوان منذ عام 1948. لأخذنا عدد الاعتداءات الإسرائيلية. الآن يتفاخرون. أنهم قاموا باعتداءات على سوريا في الأعوام الأربعة الماضية. يقولون 500 اعتداء. أنا أعلم أحصينا الأعوام الماضية. أن هناك 39 اعتداء في عام 2020. وقبلها أقل بمجموعة الاعتداءات كبيرة. وفي هذا العام أربع اعتداءات. إذن هناك هواجس سوريا. كما يحق لإسرائيل. أن تطالب أو أن تعبر عن هواجسها. أيضا نحن نعبر عن الهواجس. هذا الأمر إذا وصلنا إلى اتفاق سلام. إذا وصلنا أقول. أنا ذاكي أخذ في عين الاعتبار كل الهواجس. أو كل الاعتبارات. ولكن ستكون الجولان أرض سوريا. وستستعاد إلى سوريا. العفو أهلا وسهلا. شكرا لك سيد تركي حسن البحث والخبير استراتيجي. كنت معنا مباشرة من ديماسق. أبدأ وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني. استعداد بلاده لتسهيل مباحثات تأليف الحكومة اللبنانية. وخلال زيارة التقى خلالها الرئيس اللبناني ورئيسي البرلمان والحكومة. نفى وزير الخارجية القطري أن تكون الدوحة تسعى إلى نسف المبادرة الفرنسية المتعلقة بهذا الخصوص. كما دعا القوى السياسية اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية. وتأليف حكومة جديدة. وطالبت دول الأقليمية بدعم اتجاه الحوار في لبنان وتأليف الحكومة. الحديث أكثر ينضم إلينا من بيروت الصحافي اللبناني السيد داود رمال. سيد داود أهلا وسهلا بك معنا. بداية ماذا خلف الزيارة القطرية في كل التوقيت المحلي العربي والدولي؟ هي الزيارة الثانية التي تحسى عنوان الزيارة التضامن. ونفت فيها أن وزير الخارجية القطرية أكد على مسألة أساسية وهي تأليف الحكومة. والجديد أيضا ربط مسألة تقديم المساعدات اللبنان بإعادة الأعمار بعملية تأليف الحكومة. الأهم أنه بمحادثاته مع القيادات اللبنانية وتحديدا مع رئيس الجمهوري. أبدأ استعداد دولة قطر للقيام بكل ما يطلبه لبنان. وهو بذلك يستطن استعدادا قطريا لاستضافة أي خوار لبناني. ولكن ليس على القاعدة السابقة التي شهدناها في مؤتمر الدوحة عام 2008. إنما ما يريده الكطريون هو أن يطلب أن يتوافق اللبنانيون على الحوار في الدوحة. لماذا بدأ قطر تقوم بهذه المهمة؟ وكيف تكون بالتالي نفت أنها أخذت الدور عن الفرنسي؟ لماذا الآن بعد المصالحة الخليجية تريد الدخول في هذه المواضيع قطر؟ لا أظن أن هذه الخطوة القطرية منفصلة عن المساعي الخليجية. لأنه على ما يبدو أن المساعي الفرنسي استضم بالحائط السعودي المسدود. هناك ممانعة سعودية لتسهيل ولادة الحكومة تحديدا برئاسة سعب الحريري. من دون أن تقبض السعودية ثمنا كبيرا من الفرنسي. وباعتقاد أن الفرنسي لا يستطيع أن يقدم للسعودي هذا الثمن. وهذا الثمن له علاقة بمسألة اليمن. وله علاقة بأن تصبح السعودية بدل أن يكون الاتفاق النووي 5 زائد 1. يصبح 6 زائد 1. هذه المسألة لا يقدر الرئيس مرور على تلبيتها للسعودية وتحديدا لولي العهد محمد بن سلمان. لذلك لا زلنا نصطدم في مسألة تسهيل عملية الحكومة في لبنان بهذا العائف. القطر بماذا سيختلف؟ ما الذي سيقدمه؟ ما الذي سيفعله؟ يعني الآن القطر متحدثة باسم السعودية؟ القطر يكون بمسعى جانبي لمنع أن يؤثر هذا الانسداد في المبادرة الفرنسية على الواقع اللبناني تأزما أكبر. لأنه ثبت بما لا يقبل مجالا للشك أن أزمة تأليف الحكومة في لبنان هي ليست من عندياتنا. إنما من عنديات الخارج. وبالتالي إذا توافق اللبنانيون وامتلكوا هذا التوافق وطلبوا من أي دولة عربية ومنها قطر أن تستضيفهم لعقد حوار الوطني. فبالتالي الدوحة تكون جاهزة لاستضافة هذا الحوار. وبالتالي باعتقادي أنه ليس هناك توافقا لبنانيا على هذه المسألة. لأنه لو استطاع اللبنانيون الاجتماع في لبنان فكان أفضل لهم أن يجتمعوا في لبنان من أن يذهبوا إلى الدوحة أو إلى أي عاصمة عربية أو صديقة أخرى. لكن بوقت سبع أيار استطاعوا أن يجتمعوا. هل هناك ما يمكن أن تقدموا قطر حتى يجتمعوا؟ طبعا هم لن يجتمعوا هنا هذا طبيعي. لكن عندما يكون في تقديمات يجتمعوا. الظروف 2008 مختلفة عن الظروف الحالية. بال2008 كنا في فراغ رئاسي لا يوجد رئيس جمهورية. وهناك وقائع ميدانية وهناك أزمة سياسية كادت أن تذهب إلى حرب أهلية في لبنان. الآن المؤسسات الدستورية مكتملة. المشكلة الوحيدة هي في تأليف حكومة جديدة لتأخذ مكانها بدل حكومة تصريف الأعمال. هذه الحكومة الجديدة إلى الآن متعثرة الولادة. بس أكيد الزيارة منها شكلية. أكيد الزيارة بالنهاية منها شكلية. يعني فيه شيء نبت فيه تحركات جانبية أيضا عم بتصير. منها ما هو علني ومنها ما هو في السر لناحية لقاءات وتحركات. حتى للسفير السعودي نفسه. يعني لا يعقل أن تكون زيارة وهكذا مجرد شكليا. بطبيعة الحال هي هذه الزيارة تواكب الحراق السياسي الخارجي القائم حاليا. لإيجاد حل للأزمة السياسية في لبنان. ومدخل الحل هو تأليف الحكومة. لذلك الموفد القطري قرر أكثر من مرة. ربما نحو 20 مرة أمام رئيس الجمهورية. ذات العبارة نحن مستعدون لكل ما تطلبونه على المستوى السياسي والاقتصادي. ولكن بطبيعة الحال كما قلت لك ربط أي مساعدة اقتصادية بتأليف الحكومة. كأنه يقول نحن جاهزون لاستدافتكم لمؤتمع حواك لإيجاد الحل للأزمة السياسية الحالية. على كل حال ستتبلور أكيد مع الأيام المقبلة. ما ربما الشروط إذا ستطعنا أن نقول أيضا قطر وفي أي محور استفت. كل الشكر لك سيد داود رمال الصحفي. كنت معنا من بيروت. تشاهدين فاصل ونواصل المشهدية. صوتك يا شعبي أغنية فلسطينية جديدة أطلقتها الفنانة الفلسطينية سناء موسى. العمل مستوحى من قصيدة للشاعر الفلسطيني الراحل سميح القاسم. ومن الأغنية الثورية الإيطالية الشهيرة بلت شاو. للحديث أكثر نرحب بالفنانة سناء موسى. سناء أهلا وسهلا بك معنا. طبعا قبل ذلك سنسمع إلى الأغنية بصوتك يا شعبي. وسنعود إليك. انفض يا شعبي ركام الموضي حي يا شعبي حي أنت. انفض يا شعبي ركام الموضي حي يا شعبي حي أنت. ين تكسروا أعنا كنا. ين تهجموا أشواء كنا. نحن تباقوا الموضي. إذا ما يتكسروا أعنا كنا. إذا ما يتكسروا أعنا كنا. وإذا ما يتكسروا أعنا كنا. سناء أعود وأجدد الترحب بك سناء موسى الفنانة الفلسطينية. سناء ما الذي استدعى هذه الأغنية بداية. حبنا لفلسطين ورفضنا للواقع المرير جدا. بعد الخيانة التي تلقيناها من بعض الأخوة. لأنه التطبيع وطبعا إحنا بالأساس شعب تحت احتلال. هذا هو واقعنا الأساسي. وكنا نتوقع أن يكون هناك نوع من التعاضد. وهناك نوع من الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية. وهي قضية حق وقضية عادلة وقضية ضمير. وهذه قضية مفصلية. اتخاذ موقف فيها هو عمليا امتحان لكل إنسان. ولكل بني آدم. ففي ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها قضية الفلسطينية. بظل التطبيع الهرولة إلى التطبيع. بظل هذه الخيانة الخنجر في ظهر القضية الفلسطينية. إحنا بحاجة لأنه نرجع وننفض كامل موت عنها. ونتحدى ونقاوم ونستمر. قضيتنا يوميا تتعرض إلى محاولة دفن. محاولة دفن وإنهاء وتصفية. وبالتالي هون دور الفن بأنه يقدم عمليا شيء للناس. حتى يحدث تغيير في داخلهم. صحيح. والتغيير كان واضح. كان فيه دمج بين سميح القاسم وبالتشاو. أيضا كان فيه بصري. هذا ما أود الحديث عنه. ليس فقط الكلمات. إنما أيضا ما هو بصري. أبدأ معك بالكلمات. ماذا تعني لك هذه الكلمات؟ على أن أسألك عن الموضوع البصري. ماذا يضيف للرسالة؟ طبعا اللحن معروف كما قلت سابقا. اللحن هو لحن إيطالي. لحن جاء من إيطاليا. بدأ في الثورة فيه عمليا اللي قاضتها النساء في حقول الأرز في شمال إيطاليا. ضد العبودية وضد العمل بالسخرة. وفيما بعد استلهمت منها الثورة ضد الفاشية عمليا أخذت هذا اللحن الثوري الشهير. وكاتبت له كلمات مناسبة اللي أصبحت عمليا أيقونة في الفن المقاون عمليا. فاللحن هلقد كنت حابة يكون له نسخة فلسطينية وعربية. فبالتالي استلهمت أنا وشريكي وصديقي الدكتور ناذر صالحة. من كلمات الشاعر العروبة سميح القاسم بعض الصور وبعض الكلمات اللي حبينا نقولها لفلسطين. إحنا يمكن شعب عاطفي ولطيف لكن في داخلنا في قوة وفي إسرار. وهذا السوسن اللي هو أساسا زهرة أرض كنعان اللي أهلنا موجودين عليها. نعم شكل الفيديو وكيف كان الكتابات الطريقة كله كان يعني مختلف. كان مقصود وإلى أي مدى هو فعلا يؤثر. أنا سعيدة أنه أثر كثير في جمهوري. أثر كثير في الناس. مع العلم أنه عادة شعب مناسباتي أكثر. يعني في يوم الأسير نقدم أغنية للأسير. في يوم الأرض نقدم أغنية للأرض. في عيد الأم نقدم أغنية للأم. أو أغنية للأم. عمليا الفكرة اللي كانت بالتوقيت وبمضمون هذا العمل الفني. هو عمليا أنه كل يوم هو يوم الأرض. وكل يوم هو يوم الأسير. وكل يوم هو يوم المقاومة. وكل يوم هو يوم الأم وعيد الأم وعيد الطفل. وبالتالي القضايا المهمة بالنسبة لنا. يجب أن أتحدث عليها كل الوقت ومش بس في المناسبات. وأنا كثير سعيدة من ردود الفعل في قطاع الشباب. وحتى النساء والرجال. وعيدا بدل أدية مهم الأغنية لتأكد لكل من يعتقد أن القضية ماتت. هذا التفاعل يؤكد أن القضية مازالت موجودة. طبعا. وأكثر وأكثر. وهنا يأتي دور هكذا نوع من الأغاني المقاومة. صوتك يا شعبي ماذا يقول صوت هذا الشعب؟ صوتك يا شعبي لحن لا يذوي. صوتك يا شعبي لحن لا يذوي. سوسنة تنبت في الصخر. حي يا شعبي حي. أنت هذا اللي بتقوله. انفض يا شعبي ركام الموت حي. يا شعبي حي أنت. يدك المرفوعة في وجه الظالم. قاومت قاوم. قاوم. أنا بعتقد. وهذه يمكن فرصة أن نحكي أنه الفن هو رسالة. وظيفة الفن هو إحداث تغيير حقيقي في المجتمع وفي الناس. ومن هون أنا دايما بتحفظ من استخدام كلمة المطربة. لأنه أنا بنظري كسناء. الفن هو رسالة وهو لإحداث تغيير وليس للطرب والترفيه. طبعا هناك كثير فن للترفيه. وأكثر من ذلك عندما تكون القضية هي المحور. نحن نتحدث عن أكثر من رسالة. نحن نتحدث عن سلاح. طبعا. طبعا. عن خلق وعي في الجيل الشاب. اللي عمليا عم بتعرض بشكل ممنهج لعمليا لثقافي جديدة. طبعا في ظل العالمة أيضا هاي مهمة صعبة أكثر. أنك تخلقي وعي جماعي وعمليا ذاكرة متقدة ومتواصلة مع تاريخنا النضال الفلسطيني. فبالتالي إحنا مرات بحاجة أنه نذكر شبابنا وأطفالنا بهذا التاريخ. وبهذه القضية اللي لازم يحملوها من دور لدور ومن جيل لجيل. ونرد على الخوانة أيضا ربما. طبعا. ورد يكون واضح وغير خجول. لأنه كمان مرة من يشترك في التطبيع هو شريك في جريمة المحتل الإسرائيلي. هو جزء من هذا. هو عمليا مسؤول عن تشريد الفلسطينيين ودفن قضيتهم. وهو مسؤول عن هدم البيوت. وهو مسؤول عن قتل أطفالنا بشكل مباشر. يده ملطخة بدماء الأطفال الفلسطينيين. فبالتالي كل حدا بيسقط على الظلم هو شريك في هذا الظلم. وعلى العكس هو بيشجع الظالم والمحتل بأنه يتمادى بغطرسته ويتمادى بظلمه. فمن هون أنا بأمن أنه الفن له در مهم جدا في إحداث تغيير في وعينا. هذا الدور كيف سيكمل؟ لأن الخيانة مستمرة لن تقف. التواطئ مستمر. يجب على الفن بدوره أيضا المقاوم أن يستمر. طبعا يجب أن يستمر. وزي ما الحملات على الشعب الفلسطيني وعلى الحق بشكل عام. في العالم في حملة. في عمليين هجمة على الحق في كل مكان. فمثل ما الحملات التي تهجم على الحق هي حملات شرسة. يجب أن يكون الرد أيضا هالأد واضح وهالأد قوي وهالأد حازم بالكلمة. بشكل بكل شيء. لازم يكون ردنا رد واضح. في عنديك خطاة مستقبلية لهذا الموضوع. لأنه صار الآن واجب أمام ما تتعرض له القضية. طبعا أنا بالنسبة لأيلي مغرمي بالتراث الفلسطيني. ومنذ سنوات وأنا أبحث وأوثق التراث الفلسطيني وأقدم منه لوحات مختلفة. لأنه في ظل الحياة اللي احنا منعيشها اللي احنا خارج سياقنا الطبيعي. لأنه بسبب التهجير وبسبب أنه احنا مش عايشين بحالة طبيعية. كمان بعض التقوص عم تختفي. فبالتالي أنه نقدم تراثنا ونخلق هاي الذاكرة الجمعية. بعض الشباب والصبايا ما بيعرفوا أساسا كيف كان شكل الحياة بفلسطين. هذا كتير مهم أنا بالنسبة لأيلي. إعادة النبش بالتراث وتقديم ما هو مهم لشبابنا والصبايا الجيل اللي حيحمل هاي القضية. زي ما بتعرفوا إحنا ما كتبنا تاريخنا بكتب. إحنا نعتمد أكثر على الذاكر الشفوية. فبالتالي القصة والرسالة تنتقل من الجد للإبن للحفيد. خليني أقول عنك معلومة سناء من يتابع حديثك الآن يعتقد ربما أنك في الفن ولا شيء آخر سوى الفن. لمن لا يعرفك أكثر أن تباحث في علم الأعصاب. أن تتجه إلى هذا الهدف ليتطلب جهد ومتابعة وبحث. أيضا تتحدثين عن تاريخ. يعني ليس بالأمر السهل تتحدثين عن هوية. كيف إلى أي مدى هو فعلا اليوم كما قلت ليس شيء لتنضية الوقت. هو واجب. هو طانيا. فعلا هو واجب ويجب إتقانه. كيف ما منطلب من الأطباء والمهندسين أن يعملوا عملهم بضمير وبجدية مطلقة. كمان الفن هون دور يكون ياخد دوره بشكل جدي وبدون تراخي. لأنه فيه أشياء أو فيه مراحل إذا تهاونا فيها أو تراخينا فيها. أو يعني لطفنا لغة الخطاب. لطفنا طبعا أنا يعني بين قوسين هي مش لطفنا. إذا ما رفعنا سطفنا بكيف نحكي مع أجيال الشابة ومع الآخر أيضا. لأنه الآخر لازم يسمع. شيء مختلف. أي أكيد الانتماء والوطنية هو تربية. يعني كما نربي بسرامة الأولاد في العائلة. هذا هو نوع من التربية. لأنه الخيانة فيه مصيبة. يعني هو قضاء على مجتمع كامل. على قضية كاملة. بالضبط. هذا شيء لا يمكن إصلاحه. وبالتالي من هون الفن هو رسالة. ورسالة هادفة. ومن هون لازم أنه نعملها بأد ضمير. لأنه زي ما نطلب من أي إنسان كان طبيب. كان مهندس. إن كان يطقن عمل. وأيضا هون إحنا مطلوب مننا العمل بجدية. على إصال هذه الرسالة لكل مكان في العالم. كل شكر لك سنة موسى الفنانة الفلسطينية. كنت معنا مباشرة من رام الله. شكرا. مخيماتنا بلا إغاثة حملة انتشرت في لبنان عبر وسائل التواصل الاجتماعية للإضاءة على أوضاع اللاجئين في المخيمات. ولسيما مع انتشار فيروس كورونا وتدهور الأوضاع الاقتصادية. للمزيد ينضم إلينا أحمد الصباهي عضو الهيئة الإدارية في تجمع الإعلاميين الفلسطينيين في لبنان. أهلا وسهلا بك معنا. أحمد بداية كيف يمكن أن تدار حملة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين عبر مواقع التواصل. أهلا بكم. طبعا نود في البداية أن نشكر قناة الميادين التي سلطت الضوء على هذه الحملة التي يقوم بها تجمع الإعلاميين الفلسطينيين في لبنان. طبعا تجمع الإعلاميين الفلسطينيين في لبنان وجد أنه من المسؤولية ومن واجبه أن يقوم بهذه الحملة. تطبيقا المثل الشائع الذي يقول أن تضيع شمعة خير من أن تلعن الظلام. وجدنا أن واقع المخيمات مزري جدا منذ بداية جائحة كورونا التي أصابت لبنان. هذا إذا لم نأخذ بعين الاعتبار أيضا رضا الاقتصادية المتردية والظروف السياسية التي مر بها لبنان. والتي ألقت بظلالها على لاجئين الفلسطينيين في المخيمات. وجدنا أنه من الأفضل أن يقوم هذا التجمع بهذه الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي. ما الذي أضفته وسائل التواصل لهذه الحملة؟ هل كان الانتشار أكبر؟ يعني مفائدتها به هكذا نوع من الموضوعات وسائل التواصل مفائدتها؟ طبعا وسائل التواصل الاجتماعي هي الإعلام الجديد. نحن نعلم أن الإعلام الكلاسيكي أصبح بين قوسين مهددا من هذا أيضا الإعلام الجديد. الذي أصبح منتشرا بين كل أرجاء العالم. وبالتأكيد نحن لا نأل جهدا في التواصل مع المؤسسات الإعلامية من أجل التحدث عن هذه الحملة. وجدنا أن لدينا صفحة الفيسبوك. لدينا أيضا موقع على الإنترنت. قمنا بهذه الحملة معتمدين على أرقام من الأنروا ومن بعض المؤسسات الفلسطينية التي تتحدث بشكل مزري. أنا لدي بعض الأرقام مثلا لدينا دراسة مسحية أجرتها المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان. شاهد حول الأثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة اللبنانية على مجتمع اللاجئين. نتحدث عن أرقام مخيفة. 34% من المعينين لأسرهم أوقفوا عن العمل. نتحدث عن 49% عن اللاجئين الفلسطينيين من الأسر. يبلغ دخلها الشهري أقل من 500 ألف ليرة لبنانية. المشاهد اللبناني يعلم ماذا يعني أن يكون دخل أسر 500 ألف ليرة لبنانية. يعني 50 دولار لا تتعدل 50 دولار. نتحدث عن 72% أعرب عن عدم قدرتهم على دفع الفاتورة العلاجية. نسبة الفقر وصلت إلى 80% والبطالة إلى 65%. هذه هي أرقام اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وجدنا علينا مسؤولية أن نقوم بهذه الحملة في سبيل ضغط ربما على الأنروة. لوضعها أمام مسؤولياتها. وضع أيضا المجتمع الدولي في هذا الإطار. الأنروة ليست فقط هي المسؤولة بشكل مباشر أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. الأنروة شكلت بقرار سياسي دولي. وبالتالي على المجتمع الدولي وعلى الدول الكبرى. وتحديدا الأمم المتحدة أن توجد الميزانية الكافية لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. ابقى معنا سيد أحمد قبل أن نتابع الحديث معك. نتابع هذا التقرير. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سيد أحمد إلى أي مدى نشر هذه المعاناة كلها على وسائل التواصل؟ كان لها مساهمة بأن تصل إلى أكبر ما يمكن من الأفراد أو الشرائح أو حتى الجهات التي كنت تحدث عنها حضرتك بهدف الضغط عليها؟ نحن ما زلنا في البداية. هذه الحملة فقط منذ أسبوع وهي تلقى رواجا على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الحملة ستكمل مسيرها. وبالتأكيد نحن سنواكب أي تفاعل يحصل مع هذه المبادرة. هناك طبعا تفاعل شعبي في المخيمات الفلسطينية. هناك العديد من الجهات التي تواصلت معنا. ومنها أيضا قناة الميادين المشكورة التي أشكرها مجددا. هذه الحملة ستكمل مسيرها. وطبعا أي مجال مفتوح يمكن أن يخدم فيه تجمع العالمين الفلسطينيين في لبنان. سواء عبر وسائل التواصل. سواء عبر المؤسسات العالمية. سواء عبر المؤسسات الدولية. سنقوم بذلك. ولكن حتى لا نتحمل قدرا أكبر من مسؤولياتنا. نحن مجرد تجمع علامي فلسطيني يسعى للنهود بالقضية الفلسطينية. وبتسليط الضوء على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين. نحن لسنا جهة سياسية بالدرجة الأولى. نحن سلطة رابعة كما هو معروف. ونحن نحاول بجهودنا الفردية وبجهودنا الجماعية أن نقدم شيئا لهذا المجتمع. هدفنا الأساسي هو تسليط الضوء. إذا استطعنا أن نقوم بأدوار كبرى فليس لدينا مانع. ولكن بما يتفق أيضا مع صفتنا كإعلاميين. كل التوفيق لكم. أحمد أصباهي مسؤول حملة مخيماتنا بلا إغاثة. كل شكر لك على المشاركة. شكرا جزيلا لك. مشاهدين بهذا تكون اكتملت المشهدية لهذه الليلة. نلتقي غدا عند الساعة الثامنة بتوقيت القدس الشريف. شكرا دائما لطيب المتابعة. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة.